المستشرة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت ترشحها لولاية ربعة في الانتخابات التشريعية التي ستجري في عام 2017 أمام قادة حزبها المحافظة الاتحاد المسيحي الديمقراطي ميركل أمام قادة حزبها المجتمعين في برلين أعربت أيضا أنها تطمح لإعادة انتخابها في رئاسة الحزب خلال المؤتمر الذي سيعقد في كنون الأول ديسمبر وكانت المستشرة الألمانية أنجيلا ميركل قد وصلت إلى السلطة في ألمانيا منذ عام 2005 وبالرغم من أن شعبيتها قد تراجعت طوال العام بسبب سياستها المتعلقة بالهجرة إلا أنها تمكنت من استعادة النسب تأييد مرتفعة في أعقاب تبطئ موجة تدفق المهاجرين إلى البلاد وفي ظل المخوف التي اشتاحت ألمانيا والعالم بأسره بعد فوز دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة وبالرغم من موجة الانتقادات التي تعرضت إليها ميركل لأن استطلاعات الرأي أشارت لأنها تتمتع بفرص كبيرة للفوز في الانتخابات لولاية ربعة